بعد التجاوز الأخير من الليبي السلفي على الإمام علي عليه السلام نعم يوم أمس كانت أكفرحة جدا جدا كبيرة في برنامج سؤال بريء حيث تشيع الحمد لله ثلاثة من الأردن أعلن الاستفسار في برنامج سؤال بريء فنعم بعد يوم حزين جدا بعد يوم جدا كيب عندما سمعنا أن الإمام علي عليه السلام أو سمعنا سب الإمام علي عليه السلام من المدعوب وفارس السعيدي اللي بالمناسبة هو أصلا ليبي ومو مغربي كثير من الأخوة قالوا هذا مغربي لا هذا ليبي فقط للتصحيح وأنا بإشارة إلى من يهمه الأمر نعم هذا الشخص ليبي وليس مغربي بالإضافة يا أخوانا يا أخواتي إلى يوم أمس مثل ما قلنا إعلان تشيع أدخل السرور أدخل الفرحة بعد يوم كيب يوم حزين النساء ما بعد أن نصلي على محمد ولمحمد من أمريكا وكندا أخونا السلام عليكم لكم السلام ورحمة الله وبركاته حج واحد الله يرطيك العافية الله يبارك فيك والأخوة جميعا الله يبارك فيك أنا الصباحة متابع لكم من فترة بس حلقة مبارك ما حضرتها ولا سمعت الكلام اللي بدر من والله تذمي القلب الحمد لله أنه يعني ما أقول الحمد لله أنه ما سمعته يعني وصلوا هؤلاء بحالة وأنا عندي تفسير لهذه القضية وصلوا إلى حالة أنه قال محمد بن أبي بكر اللي هو أخو عائشة قال هذا مش ابن أبو بكر هذا ابن علي بن أبي طالب عليه السلام لأن علي هو الذي رباه فمحمد بن أبي بكر هو كذا ابن كذا ما إذا أقول الكلمة محمد دين علي رباه فعلي والده أو أبوه فهو كذا ابن الكذا بصراحة الأسباب اللي تغلي جزء من أهل السنة تبدر منهم أفعال مثل هذا الفعل أنه أهل السنة حقيقة هم محكومين من السلفية والوهابية فأغلب الفكر السني الحالي الموجود هو يمثل السلفية لأنهم السلفية لغوا الآخرين وقمعوا كل المختلفين وتصدروا للرأي وحكموا أغلبية السنة بأفكارهم وأراءهم فدين أهل السنة الحالي اللي أنا من مجتمع سني وكبرت بمجتمع سني دين أهل السنة هو دين ابن تيمية وكأنه نبي أهل السنة هو ابن تيمية للأسف أنا قاعد أنا أتكلم حاليا عن القراءة التاريخية أتكلم عن القراءة التاريخية وجزء من العطاء بس موضوع أنه الإنسان تصل فيه مرحلة أنه يتجاوز على الإمام علي والله يا أخي والله أنا إذا قاطعك أقسم بالله العظيم الرسائل اللي يجتني وأنا واحد من الناس يعني من الأمس إلى اليوم قلبي يعتصر وما استطعت أن أستقر ولا استطعت أن أرقد شيء مؤلم جدا يعني هي العملية أنا أعرف سبب هذه العملية أو دعني أشرح لك سبب هذه العملية بعد ذلك أخواني سبب العملية أنه الآن عندما انتشر الأنترنت والفضائيات الموالية الشجاعة بدأت تظهر الحقيقة فلما بدأت تظهر الحقيقة فبدأت الناس تعرف مكانة علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لك أنا النبي قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأنا متربي أنه تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي وإذا بيأجد أنه سنتي كل كذب ما موجود والصحيح عترتي طيب ليش عندما أخرج للجامعة وأصلي لا يظهرون للحقيقة فبدأت الضغوطات على هؤلاء فبدأت الضغاء في نفوس القوم تظهر وهذه الضغاء الآن بدأت الآن عند الأخوة وبدأوا يشتمون أمير المؤمنين عليه السلام بالعلن هذا الذي أخذنا إذا سمحت لي حج وعد فضل إذا سمحت لي فضل هذه المشكلة إحنا واجهناها وأنا واحد من الناس اللي صر لي سنوات أبحث بكل هذه الفترة التاريخية من قبل وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن بعد وفاته والأحداث اللي حصلت والحقيقة أنه مثل ما تفضلوا الأخوة ومثل ما قال ذو الفقار بالمغرب في عندهم جاهل بأمور معينة مثل أنهم كانوا يظنوا أن الحسن والحسين ماتوا وهم صغار وأمور مثل هذه إحنا عنا نفس المشكلة بموضوع إقصاء الإمام علي بموضوع عفوا بموضوع تصغير الإمام علي محاولة تصغيره فحتى دروسنا والتعليم اللي إحنا تلقيناه في إساءات منها بشكل مباشر ومنها بشكل غير مباشر الإمام علي فلما بدأنا نقرأ إحنا ونبحث إحنا وجدنا الحقيقة أمر مختلف والصورة هي عبارة عن يعني بدك تبحث عنها وتجد الحق واضح ظاهر إلا أنك لابد أنك تجمع هذه الصورة لأنه في نصوص اشتزئت في نصوص بطرت بدك تبحث تجد الحق أمامك ولما تجد الحق أمامك الأساس أنك ما تكون عنصري ولا تكون تحارب من أجل طائفة أو مذهب الأساس أنك إذا وجدت الحق تكفل الحق انتصارا لله سبحانه وتعالى وبذلك أنت تبعد قلبك عن المرض وإلا إذا وجدت الحق والتففت عليه وطبعت الأمور بما يختم مصلحتك ومصلح طائفتك ومجموعتك وإن كانت الأكبر ولا إن كانت الأصغر فأنت انتصرت لعصبية وعنصرية وهذا الموضوع وهذا الموضوع أقدر أعرف اسمك الكريم نعم تقدر تناديني أبو علي أبو علي أبو علي الأردني صح؟ نعم أخونا أبو علي يعني اللي استغربنا له والأخوة معنا وما أدري أنت دام تابع اللي اليوم نحن الحلقة 67 عندما كلامك الرائع الآن عندما نجد أنه أمرا مشتركا بيننا مثل النبي محمد صلى الله عليه وآله ففوجئنا على مدى 67 حلقة 67 حلقة الآن فوجئنا لما نعرض سيرة النبي النقية وجدنا أننا كأنه حراس مرمى يضربون علينا ونحن الله وكيلك أتذكر لقطة بفيلم الرسالة لما يضربون الحجارة على النبي وأعتقد زيد كان في المرسالة صوري يصد الحجارة أو ما أعرف من يصد الحجارة على النبي فوجد أنا شخصيا أصد الضربات عن النبي النبي أخطى النبي أذنب النبي حرم النبي ما أعرف إيش النبي صلح لعمر النبي صلح لأبو بكر النبي مزمار الشيطان يعني عجيب والله فضل السبب إذا تسمح لي حج واحد السبب أنهم يظنون هم يظنون أنهم يدافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى أمام لا تأخذني أمام فئة ينظروا لها هم بأنهم إذا اعترفوا إذا اعترفوا لهم بالحق انهزموا فلابد أنهم يدافعوا بالحق بالباطل لابد أنه يدافعوا وهذه الكارثة الكبيرة إنه إنسان يجد الحق ويستقر في قلبه وحقله أنه عليا وصيه محمد ووليه يا بلعد ما تعلنها أنت ما تقليش إنه تشلي بالتسني؟ أنا سني النشأة من بيئة سنية أردنية إليش ما تعلنها بعد؟ تعلنها الولاء لمحمد وأردن أنا أقول لك أنا أعلنها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام خلقه بأني من شيعة الإمام علي ما إحنا نريد نفرح أنا نريد نفرح ما قلبنا نريد نفرح بيق لا تقول شهدوا أن لا إله أن محمد رسول الله أنا عليا ولي الله حتى لأنه الوضعية اللي انتبهها ترى الحق أمامك أنتم ترون الآن ندافع والله تعبنا يا أخوان أنا حاج وعد أنا حاج وعد لا أستطيع أن أكذب على نفسي وأجد الحق أمامي وأحيد عنه ألتف عليه أو أطوعه لما يخدم مصلحتي ومصلحة جماعتي أو مذهبي أو أي إن كان لأني هكذا انتصرت لعصبية وعنصرية أما أنا إيمانا أنا إيمانا أؤمن بعد بحثي لسنوات بأن الإمام علي عليه السلام هو وصي محمد يا الله وهو وهو الولي يا الله وهو أفضل صحبه يا الله وهو وهو سيد العترة اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد إذا تسمح لي حج وعد بتفضل اللي مثل اللي مثل الشيخ أبو عائشة وغيره من اللي يسيئوا للإمام علي بطريقة غير مباشرة يعني اللي مبارح أساء نعم خليك كمل أي تفضل اللي مبارح أساء للإمام علي بشكل مباشر وشتم الإمام علي لا يمثل إمام علي وإنما أساء لنفسه لكن اللي مثل أبو عائشة بساءاته غير المباشرة لما يحاول لما مثل كلمته في إله بحلقة من الحلقات لما صار يقول إنه الإمام علي يتفاخر وأيما تفاخر سألوني قبل أن تفقدوني وأنا الذي سمتني أم حيدرة هذا الذي يتفاخر على الحق لأنه أكبر من كده أكبر من كده هذا هذا اللي دافع ونافع عن دين محمد كل حياته إلى أن إلى أن صعدت روحه إلى باريها والله كفهم للأردن ما هي يعني شو قلة الوفاء شو قلة الوفاء على الأقل على الأقل كون وفي كون وفي لما قدم أمير المؤمنين سلام الله فضل أبو سلمان الله يزيد فضلك سيدا أنا ماذا أطول عليكم أنا أردني من الأردن كده يا حي الله الأردن النشامة والله بيضتوها بيض الله وجوهكم أي والله بيض الله وجوهكم أنا بتابعك من السنين وبتابع ذو الفقار من السنين وبارك الله فيكم وبقول لأبو عائشة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله اللهم صلي على محمد وعلي محمد اللهم صلي على محمد وعلي محمد والله أي والله أشهد أن لك شيء بحيد ما كان النبي تشهد أن أشهد السادة ولي كان الصحابة الله صلى الله عليه وسلم إلى الولاء لك ولبن عمك ولزوجتك ولأولادك يا علي سجلها لنا يا علي سجلها لنا يا علي الله يرحم والديك الله يبيض وجهك على هذا الخبر وأسأل الله أن يبارك بعمرك والحمد لله رب العالمين وقافلة التشيع إن شاء الله ماشي حي الله الأردن رحمة الله على البطن اللي حملتك أنت والأخ اللي كان سابقا وحي الله النشامة وفعلا النشامة فعلا تاج الراس وحي الله أهل قطر وحي الله أهل الإمارات وحي الله النجباء حي الله النجباء المغرب المغرب الموالية الحبيبة الغالية وحي الله السعودية وحي الله كل البلدان التي تدافع عن محمد وآل محمد بقول اياك الله زميل الدراسة من زماننا خيل يبعائشة شايف يبعائشة بس اكتير بنحكيش احنا حاج وعد انا والمتكلم كنا كنا وهابية فيما سبق يا الله لا بنت وهابي نعطيك اسماء نعطيك اسماء لا 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 تطي معلومات خاصة لا تطي معلومات خاصة لا 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 تطي معلومات خاصة اخونا ارجوك لا يستفزوك اي معلومات لا اي تفضل المهم 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 احنا جايين بننأكد لضعائشة المهمة انك لتصيب انك تنظر يا حبيبي مش بالباقل وحمى الله الاردن وحمى الله الاردن من الشيع والتشايع يلا لأردن لعبا وحصومة الوطنا حبيبنا حبيبنا أبو عايشة أضطرنا لهذا الكلام وأنا مستعدل أنا آسف الله يرحم والديك نورتنا وفرحتنا أسأل الله أن يدخل السرور في قلبك هذا الحساب العام لشيعة الأردن قاطبتهم ولكن أنا حساب الخاص الكرار الأردن فيه ناس أكثر بالتيكست يعرفوني إن شاء الله الله يبارك بيك ورحمة الله على وعدك وزاك الله خير الجزاء الله يبارك بيك شرفتنا كل الشرف بمناسبة الحساب هناك حساب على التيك توك أرجو من الأخوة أن يتابعوه سأضعوه الآن أسمح هذا البرنامج سأضعوه سامح كريم لا 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 أسمى المتشيع كريم المتشيع كريم أو تاج أو أنتنومس بي وإعقال فوق رأسنا المتشيع كريم وحبيب وغالي أعتقد أنا سأفعل برنامج بعد هذا إن شاء الله أسمي المتشيعون الذين تشيعوا بشكل أبو عاش النووي لحظة أبو كريم يعني أبو عاش أشوف أنت شون ظالم من يدخل معاوية يسلم عليك وعمار وأنت تقول لها يا حي الله عمار أنا أسمح هذا حلال لكن من يدخل أردني تشيع ويرقونه تقول تنتقد البرنامج المتسامح كريم شو بتكم ظالم؟ حياكم الله من جديد إخواني يا خواتي أقول وأكرر نعم سب الإمام علي عليه سلام سب أهل البيت عليهم السلام التجاوز أهل البيت عليهم السلام شيء ما ممكن شيع الموالي يتحمله وخاصة أن الشخص المقابل يدعي حب الأصحاب حب الرسول حب الكذا حب الكذا وأذا به أول ما يسوب يسوب الإمام علي عليه السلام نعم مثل ما قلنا ماكوشخص يقبل أو يمكن يكون إلى يعني يوم يعني يسمح بكلمات تحط من قدر الأم عليهم السلام أو أهل البيت عليهم السلام بصورة عامة ولكن أقول مع ذلك مع ذلك مع ذلك مع ذلك هذه تكون هناك ردة فعل جدا كبيرة وردة فعل بالنسبة أن نفرح بها من أهل السنة والجماعة نعم اتلافة أعلنوا الاستبصار يوم أمس بيّنوا لماذا استبصروا نعم من الممكن أنهما مواليدة اللحظة وليس انفعال لأنه هذا الشخص سبل الإمام عليه السلام فهم استبصروا لنور محمد والمحمد أعلن ذلك يقنا لكن أقول هذه نقطة وصلوا إليها وبالتأكيد هذه أو الفعل الذي فعله هذا المدعو فارس السعيدي المنافق الذي يكذب برسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه واله الأفاك الأثين بالتأكيد هذا الشخص أعطى دافع جدا كبير بأن يعلن الاستبصار لنور محمد وآلي محمد أقول لختام الفيديو المدعو فارس السعيدي تكلم فقط وفقط لأنه يعلم بأننا نحب أهل البيت عليه السلام يعلم بأننا نتضايق إذا ذكر أهل البيت عليه السلام بسوء فأقول الحمد لله على هذه المحبة الخالصة المحبة التي يعني تكون عندنا لأهل البيت عليه السلام عاطفة جياشة اتجاه العترة الطهرة فنعم فارس السعيدي يعرف شلون يعني يزعج الشيعة شلون يدخل الحزن على الشيعة نعم بمحاولات يائسة بائسة للانتقاس من العترة الطهرة أخواني أخواتي إن شاء الله انتظروني في فيديوهات أو عفوا الحاجة كان قرار جدا صعب جدا سليم بأن يستبعد يستبعد هذا الشخص برنامج السؤال البريء ما محتاج إلى فارس ما محتاج إلى غيره برنامج السؤال البريء يحتاج ويحترم الشخص اللي يتكلم بدليل وبرهان ويتكلم بأدب وبإحترام أما الشخص اللي يتجاوز ويسب ويلعن فهذا لا مكان له انتظروني إن شاء الله في فيديوهات قادمة راح أنقل إن شاء الله قص أو قصيدة عصماء راقية جدا من أخ عفوا نعم من أخ من اليمن وهو يعطي فضاء له البيت عليهم السلام وتقبلوا تحياتي بختم الفيديو وفي أمان الله